السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وصفة جديدة هنعمل فيها وجبة في منتهى الجمال قيمة الغذائية بتاعتها كاملة متكملة. وهي العجة المصرية وأنا هدف لها طبعا دي العجة المصرية الأصلية وأنا هدف لها شوات إضافات بسيطة كده هتترفع من القيمة الغذائية بتاعتها أكتر كمان. وعملنا جنبها بطاطس محمرة وإصالة الفاصولية الحمرة الل احنا عملناها مع بعض في فيديو. لو أول مرة تشوفوا القناة فضلا وليس أمرا لايك وشيروا سبسكراب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل عشان يوصلوكم مني كل جديد. يلا بنسمي الله ونسلي على الرسول ونشوف المقادير ونخش على التحديد. معي هنا تلات بصلات متقطعة مقعبات زغيرة. معي جزرتين مبشورين. معي فلفل أخضر متقطع زغير. معي تلات طماطمات كده متقطعين. ومعي هنا خضرة. ومعي ست بضات. وثلات معلق كبار من الدقيق. معلقة كبيرة من البكنج بودر فصين ثم هروسين. ونص كباية من اللبن. ومعي ملح وفلفل وكمون وكزبرة. والسبع بوهارات والبابركة والشطة. الشطة طبعا دي اختياري. لو حابة تحط فلفل حار ما فياش اي مشكلة. هنزل هنا بالست بضات. المرحلة الخطوة دي مهمة ممكن ما تعملهاش بس بضمن بان انا آآ يعني خليت البيض معي سايل ما يبقاش آآ فيه تكتلات كده لما بحطه على صنية العجة. بصوا بقى. هقلب البيض حلوة قوي كده. همزجه من ببعض كويس قوي. لحد ما يفك من بعضه كده وحشوة فلفل اسود. ونص كباية من اللبن. اهي. طبعا انا حطيت الفلفل الاسود. هاخلط كده كويس قوي. بقى انا حطيت البيض وعليه الفلفل الاسود. ونص كباية اللبن. وهقلب كويس قوي. وبعد كده هنعمل. بقية الخطوات على البوتاجاز. اول حاجة بجيب تسخن معايا. وبنزل بمعلقة كبيرة من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده. ما تقطريش الزيت. بيكون عندي تلات بصلات متقطعين مكعبات زغيرة ويفضل ان كل الخضار يبقى متقطع نفس التقطيع عشان نيبقى السوى واحد. هقلب كده في البصل لحد ما يدبل معايا. ما ياخدش معايا لون علشان يبقى مسكر في الوجبة. يعني البصل كل ما بيكون يعني اه انتش مدبلة كده وما بيكونش واحد لون بيبقى مسكر. بيخلي الوصفة بتاعتك مسكرة وطعمها حلوة قوي. كده خلاص البصل دبل معايا زي ما حضراتكم شايفين كده هنزل بقى بفصين التوم. اهي. فصينتم يعني في حدود معلقة من التوم. برضو بيدي تستعالي قوي. بقلب كده التوم. وبعد كده هنزل بالكزبرة. الكزبرة الناشفة او الجفة. اهي. وحقلب كويس قوي. كده خلاص ريحة التوم تلعت معايا في منتهى الجمال. بشم ريحة التوم اول ما بحط الكزبرة. بيكون التوم ريحته طلعت في منتهى الجمال. هنزل بقى بالطماطم. برضو متقطعها زغير. مش طماطم مضروبة في الخلاط. انا مقطعها زغير مكعبات زغيرة كده. هنزل بيها على البصل والتوم. او زي ما حضراتكم شايفين بصوا البصل ما خدش معايا اي لون. اهو. هنزل بقى بالطماطم. يفضل لما تعملي الوصفة بتاعت العجة تحضر المكونات بتاعتها كلها. يعني انا بحضر المكونات هنا علشان التصوير. ومن غير التصوير برضو لما باجي بعمل اي وصفة في البيت من غير التصوير. بعمل بحضر كل المكونات. كل المكونات. حتى لو فيه مية مغلية بحضرها وكل حاجة. وابتدقى بقى البتجاز وحضر الوصفة بتاعت في منتاز سهولة. ما تبقىش رايحة جاية رايحة جاية ونسيتي حاجة. فتبقى الحاجة قدامك كلها. حتى الملح بيبقى موجود جنبك. بتبقى سهل عليك جدا اي وصفة. هنا بقى حطيت الملح. ودي الكمون. كزبرة. وادي السبع بهارات. وادي البابركة. والشطة زي ما قلت لحضراتكم دي اختياري ممكن تستبدليها بالفلفل الحار. كده احنا حطينا التوبل بتاعتنا كلها. هقلب بقى كويس. اوي مش قادر اقول لكم بقى الريحة كتعاملة ازاي في المنتهى الجمالة اللهم مبارك. اهو. هتقلب كويس كده. التقليب ده بيفيد في ان انت كل المكونات بتاخد طعم واحد. تمام? هنا بقى انا عندي الجزرتين مبشورين. دول اختياري. يعني هي العجة مفهاش جزر مبشور. لكن انا قبل كده جربتها بالجزر وطلعت في المنتهى الجمال. الجزر اصلا ما بنشي طعمه في في الاكل. ولكن بيدي قيمة غزائية حلوة اوي زي ما قلت لحضراتكم لو عندي كفلفل الالوان كمان يا سلام بتبقى في منتهى الجمال. جربي بقى الجزر كده في العجة ودعي لي. هغطيها كده لمدة دقتين تلات دقايق بس. لحد بس الجزر بس يعني يطرى معايا شوية هو كده قريدي هيطرى في الفرن. بس كده انا بضمن اكتر. تمام? كده بعد ما حطينا الجزر خلاص انا عندي هنا السلصة. السلصة دي بتاعتي اللي انا كنت ضربها في الخلاط ومسلصلة. وحطها في الفريزر. يعني دي مسلصة معلبات. نزلت بمعلقتين كده من السلصة وحنزل بمعلقة زغيرة من السكر علشان الطماطم اللي انا حطيتها والسلصة ادي معلقة السكر الزغيرة. وهقلب كويس. في منتهى الجمال. زي ما قلت لك تحضري المكونات بتحت كلها جنبك مش هتتعابي في اي حاجة ومش هتحس ان انت عملت يعني مجهود. هنزل بقى بالفرفل الاخضر اخر حاجة عشان لو حطينا الفرفل في الاول كده حيتبل معنا ومش هيبقى ليه اي طعم. لما كده بيبقى كريزبي كده وفي الاكل وانت بتاكليه كده لا في حاجة حلوة في العجة. وكمان اضفنا لموضوع الجزر ده وجربيه كده ان شاء الله هيعجيبك جدا. كده خلاص حطينا الفرفل الاخضر خلاص وقلبنا كويس. هسيبها بقى لما تبرد خلص ما حطش البيت في المرحلة دي نهاية. كده خلاص بصوا بردت معايا اهي. هاجيب بقى البيت اللي انا ضربته. هنا بقى في خطوة مهمة جدا نسيت اقول لكم عليها. انا ممكن وانا بضرب البيت احط الدي اي والبيكنج بودر مع البيت واخلطه حلوة قوي عشان ما اعملكيش اي تكتلات. تمام? بس لو انت اول مرة تعمليها. فاضيفي الدي اي بالمضرب اليدوي. والبيكنج بودر على البيت وانزلي بيهم في المرحلة دي كلهم مرة واحدة. لكن انا هنا نزلت بالبيت المضروب مع اللبن. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنزل بالدي اي والبيكنج بودر. تمام? هقولها تاني. عشان انت تتأكد بان الدي اي ما فيوش اي تكتلات. تضربيه مع اللبن والبيت. وتحطي معا البيكنج بودر برضو. فبدل ما اعمل هنا على تلات مراحل البيت مع اللبن او بعد كده الدي وبكنج بودر. لا. انت حط الدي وبكنج بودر مع البيت وقلبي بالمضرب كويس قوي. عشان تضمن ان انت بقى عندك سائل. مفيش اي تكتلات. هنزل بقى بالخضرة بتاحت شبت بقدونس كزبرة او اي نوع خضرة انت بتحبيه. من كل حاجة كده كام عود من الخضرة. يا الخضرة لما بتقطر بتبقى حلوة قوي. ممكن بقدونس بس او كزبرة او شبت. اي خضرة انت بتحبيها. حطيها ما فيهاش اي مشكلة. ويفضل لو حطيت التلات انواع. دي بتكل حاجة بتفيها قيمة غزائية غير التانية. خلاص كده هكون محضرة بقى البيركس بتاعي او الصينية او الطاجن اللي انا عامل فيه العجة يلا بينا. قدي البيركس بتاعي اهو. ممكن ان انا ما دينوش اي حاجة بس انا بتديله رشة من الزيت زي ما حضراتكم شايفين كده بضمن ان العجة بتاحت ما تلزقش معايا وتطلع معايا في منتهى الجمال. حطيت رشة من الزيت كده هنزل بقى بالمكونات بتاعتي. قبل ما ما دخل الطاجن الفرن بكون مولعها لمدة عشر دقايق. لازم يكون سخن. يفضل يكون الفرن سخن على رفة اوسط على درجة حرارة ميتين. كده نزلت خلاص بالخليط كله. تحاولي بقى تسويه كده بالزباتولة او بالمعلقة زي ما تحبي اهي. وبعدين بتحركي البيركس ده بيضمن لك اكتر توزيع المكونات في الطاجن بتاعك كويس اوي. اهو زي ما حضراتكم شايفين كده هتحركيه كده اهو. كده تمام. حدي رشي الزيت برضو على الوش. على فكرة بخاخت الزيت دي مهمة جدا في المطبخ بتنفع جدا لاني هنا مش هينفع انت تحط زيت وتدينيب الفرش على الوش طبعا لان الخليط عندك طري. هدخلوا بقى الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة ميتين. رفة اوسط. وحنشوف هياخد معانا قد ايت تبعيه من تلت ساعة لنص ساعة. حسب الفرن بتاعك. فيه بيدلوا وش على الشوايا. انا ما ديتلوش تحت الشوايا اي حاجة. وتلع معانا اللهم مبارك. ما شاء الله. اهو. وجنبه الفصولية الحمرة اللي احنا عملناها مع بعض. ودي البطاطس. حطينا عليها ميونيز وكتشب وممكن تحطي عليها بقدونس. والبطاطس بتبقى حيل وقوي المحمرة لما بتطلع سخنة وتروحي حط عليها رشة ملح ورشة كمون. بس انا كده قريدي كنت حطيها في المية كنت حطيها في مية وملح. وخل. فكده مش محتاج ان انا حطيها كمون وملح. ادي الكتشب هو حطيتي الميونيز. ودي العجة بتاعتنا الجميلة. وهنشوفها بعد ما تتقطع ان شاء الله لان هي لسه سخنة. وجبة سهلة وبسيطة بس انت حضري المكونات هتلاقيها تتخلص معاك ما فيش ربع ساعة. اهي. ادي العجة بتاعتنا بصوا بقى السمك بتاعتنا ما شاء الله. ولو صغرت البيركس عن كده بتطلع اعلى من كده. في منتها الجمال. وصفة حلوة اوي. اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو عجبتكم الوصفة وما تنسوش لايك وشير وسبسكراب للقناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا الكل. عشان يوصلوكم مني كل جديد. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.